كرت سبحة الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة أخرى من الوثائق تم الكشف عنها في منزل بايدن محققون تابعون لوزارة العدل عثروا على ست وثائق سرية لدى تفتيش منزل الرئيس أعملية التفتيش التي تمت في غياب بايدن وقارينته كشفت عن مستندات يعود بعضها إلى الفترة التي كان فيها بايدن عضوا في مجلس الشيوخ فيما يرجع البعض الآخر إلى الفترة التي تولى فيها منصب نائب الرئيس محام بايدن قال إن المحققين أخذوا معهم ملاحظات مكتوبة بخط اليد الشخصي وغيرها من المواد التي عثر عليها في نفس المكان مسلسل الكشف عن الوثائق السرية للرئيس بدأ في نوفمبر العام الماضي حيث عثر على مجموعة من الوثائق السرية في مركز بين بايدن وهو مركز بحثي أسسه الرئيس الأمريكي في واشنطن وفي ديسمبر الماضي عثر على مجموعة ثانية من الوثائق في مرآب منزل رئيس إضافة إلى وثيقة أخرى عثر عليها في وحدة تخزين داخل المنزل في الثاني عشر من يناير الجاري وبمجب قانون السجلات الرئاسية يفترض أن تنقل سجلات البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني بمجرد انتهاء مدة الإدارة في الحكم حيث يمكن أن تحفظ في أمان لكن الرئيس الأمريكي سارع لنفي علمه بوجود تلك الوثائق وسط ضغوط وانتقادات شديدة من الجمهوريين ويأتي الكشف عن تلك الوثائق السرية في وقت يواجه فيه ترامب تحقيقاً في اتهامات بسوء تعامله مع مئات الوثائق السرية في مقر إقامته في فلوريدا وعدم امتثاله لأمر الاستدعاء الصادر في حقه حيث رفض ترامب ومحاموه تسليم تلك الوثائق قبل أن يداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في فلوريدا اشتركوا في القناة